موسيقى 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 أهلا أحبائنا مشاهدينا برحب فيكم باسم الرب يسوع مثل ما شايفين الخلفية طبعا اختلفت عن الستوديو الماضي إحنا انتقلنا لستوديو جديد ولمدة أو لعدة شهور كنا منشتغل على الستوديو الجديد حتى نطوره بشكل أفضل وبشكل أحسن لبرامج عديدة انتوا عارفين خدمة نور لجميع الأمم هي مش بس خدمة هي الهيئة تحت هذا الاسم مننتج فيها برامج عديدة منها طبعا البرنامج الرئيسي هو في اللغة العربية ولكن أنتجنا برامج في اللغة الإنجليزية وترجمنا برامج للغة لغة الأردو والفارسي والتركي ونشكر الرب إلى هنا أعاننا الرب إحنا بهذه الخدمة منحاول نصل لشعوب كثيرة يعني الخدمة الرئيسية واللي حطه الرب على قلبي هو خدمة الكرازة والبشارة إعلان اسم الرب يسوع لكل الشعوب ولكل الأمم ومع هذه الخدمة طبعا في خدمة المتابعة والتلمذة الروحية وبناء المؤمنين ومنها التدريب بالقادة الخدام وأيضا نشتغل على الأرض في عدة دول في زرع كنائس جديدة في دول عديدة ولسيا ما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خدمتنا هي بكل بساطة إحنا نتشبأ أو نتمثل لخدمة الرب يسوع هاي الخدمة اللي بسميها الخدمة الخماسية تعليم كلمة الله الكرازة بالإنجيل الشفاء المرضى والتحرير من الأرواح الشريرة وصنع الخير طبعا لكل المحتاجين هاي الخدمة وصلت تقريبا إلى كل أنحاء العالم وإحنا منصلي من خلال هذا الستوديو الله يستخدمه أن يكون برامج يعني يكون بركة من خلال البرامج المتعددة من هذا المكان والرؤية اللي حطها الرب على قلبي أنه يكون انتجات أخرى في لغات أخرى ولسيا ما في الأردو اللي بتصل للباكستان والهند واللغة الفارسية والتركية أيضا ارفعونا في صلواتك والجدير بتذكر كمان أنه يعني هاي الخدمة بيقوم أنت بتشوفه نزار شهين على الشاشة ولكن ما وراء الشاشة فيه فريق وطاقم كبير جدا اللي بساعد واللي بعد والمتابعة في كده دولة وكده شخص اللي بساعدنا في الميديا وفي المتابعة والتحضير والتجهيز فأنا بشكر رب من أجل كل الفريق اللي ساعدنا حتى نوصل إلى هذا اليوم إخوتي وأخواتي اليوم رح أتكلم أول حلقة جديدة من الستوديو لست أستحي بإنجيل المسيح ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اشتركوا في القناة أهلا أعزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة هو بعنوان من موجود في الكتاب المقدس من رسالة بولوس الرسول إلى كنيسة روميا الإصحاح الأول والآية 16 هذه الآية تقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص هل اسمعت هذه العبارة وقوة هذه العبارة يقول الرسول بولوس لست أستحي بإنجيل المسيح والسؤال هل يوجد شيء ما يحرج أو يخجل أو ينكس الرأس في شخصية يسوع المسيح أو في الكتاب المقدس من أجل هذا أحبائي الملايين من المسيحيين اللي آمنوا بالمسيح يفتخرون بالرب يسوع ويفتخرون بالإنجيل ولاحظ الكلام لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن وهذا يشمل الجميع من كل الدول من كل الشعوب من كل الخلفيات من كل الأمم لأنه بولوس بكمل فيه بقول لأن فيه معلن بر الله من إيمان للإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان أو بإيمانه يحيى ولكن هذا الإنجيل بيتكلم عنه لليهود أولا ثم لليوناني فإذا طبعا طلع في كونسبت جديد كان غير مألوف أنه فقط كان الناس بتفكر أنه البشارة جاءت لبني إسرائيل ولكن واضح الكتاب يقول لكل من يؤمن هذا يشملك أنت ويشملني ويشمل كل شخص في هذا الوجود بغض النظر بلغتك خلفيتك عرقك جنسيتك هذه البشارة للجميع للأغنياء والفقراء للنساء للرجال والنساء على السواء فهي هاي رسالة للجميع فالسؤال ما هو الإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه هذا الإنجيل أحبائي بكل بساطة يعني الأخبار من لغتها الأصلية الأخبار المفرحة أو بشرة يعني في أخبار في بشرة صارة أخبار صارة وهي الأخبار هو الإنجيل فالإنجيل كلمة معربة من كلمة إفانجيليون يعني إنجيل اللي هي أخذت منها كلمة الأخبار وهي الأخبار الأخبار الصارة فإذا هذا الإنجيل يسمى الإنجيل المقدس في كتير من الإخوة أحبائنا المسلمين طبعاً دايماً بيسألوا هو إنجيل ولا أكتر من إنجيل لما بيسمع مثلاً إنجيل متى إنجيل مرقص إنجيل لوقة إنجيل يحنى بالحقيقة هو إنجيل واحد تقسيم الكتاب المقدس واضح جداً تقسيم الكتاب مثلاً في العهد القديم بيستخدم كلمة تناخ وكلمة تناخ تورات نفييم كتوفيم يعني التورا والأنبياء والكتابات وفيه تقسيم آخر الأصفار التاريخية النموس التاريخية والأصفار الشعرية والأنبياء وطبعاً تقسيم الكتب بحسب العهد القديم هي تشمل كل الكتب الموجودة بين إيدينا في الكتاب المقدس أما الإنجيل أحبائي فكلمة الإنجيل تطلق على كل البشائر أو بالأحرى يطلق على كل الكتاب المقدس أحياناً لأن الكتاب المقدس كله بعهديه يتحدث عن الأخبار الصارة عن قصة الفداء فداء الله للجنس البشري ولكن حتى في العهد الجديد في عنا الكتاب المقدس 66 سفر يعني 66 كتاب هو كتاب واحد و39 كتاب في العهد القديم بأسماء يعني كتبها أناس الله بغض النظر خلفياتهم من موسى اللي تربى في مصر داود اللي كان راعي سليمان الحكيم وهكذا في فترات زمنية على مدار أكثر من 1500 سنة هذا الكتاب وكلها بتتحدث في خط واحد هو يسوع المسيح أما العهد الجديد تقسيمه كمان سهل جدا فالإنجيل هو البشائر الأربعة بشارة متة بشارة مرقص بشارة لوقة وبشارة يحنى أيضا يقسم يعني بعد البشائر في تاريخ اللي هو سفر أعمال الرسل بيتكلم عن سيرة التلاميذ كيف استمرت الرسالة بعد قيامة يسوع المسيح وصعوده إلى السماء استمرت الكنيسة الأولى في النمو وهذا السفر يسمى سفر أعمال الرسل ثم الكتاب يتكلم عن الرسائل منها رسائل بولوس الرسول بيكتب لها كنائس متعددة اللي زارها خلال رحلاته التبشرية وطبعا فيه رسائل يحنى الرسول يحنى كان تلميذ الرب يسوع المسيح ويختتم العهد الجديد بسفر الرؤية هو سفر نبوي سفر إعلام وهذا السفر بيتكلم عن ما سيحدث في آخر الأيام هذا التقسيم للعهد الجديد عادة منستخدم التعبير الإنجيل المقدس كما ترى عزيزي نحن نؤمن بإنجيل واحد ولكن مكتوب بوحي من الروح القدس تسمى أربعة بشائر وهذه البشائر بتتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح من عدة جوانب من نواحي متعددة وكل من هذه البشائر تسير بتناسق بتناغم تام وكل هذه البشائر مكملة أحدها للآخر فلاحظ هذه البشارة مثلا متة باختصار شديد بيكتب لليهود فبيحاول يثبت في البداية سلسلة نسب يسوع المسيح حسب الجسد وبيرجع في هذه السلسلة حتى يقنع اليهود أنه فيه شرعية مهمة جدا لمجيء المسيح المسيح اللي كان بينتظره اليهود ثم بيتكلم البشير متة عن المسيح الملك الملك طبعا في كده في تعبير كثيرة في بشارته ويحاول أن يؤكد تتميم نبوات العهد القديم هي تمت في شخص الرب يسوع المسيح أما بشارة مرقص مرقص على الأرجح بيتكلم للرومان بيقدم المسيح طبعا من عدة نواحي لما نقول أنه كل بشارة بتركز على ناحية بالحقيقة أن الأربع بشائر بركزوا على يسوع سواء خدمة يسوع ابن الإنسان ابن الله حياة يسوع الملك ألقابه صفاته أسماءه كلها بتشوف حياته سيرة حياته بتشوف كلها فبيتكلم عن المسيح كمان الخادم لأن المسيح لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين بيتكلم أحيانا بشكل يعني في المشاعر بيحكي لك أكتر عن الأحداث بيوصف لك يسوع المسيح أما لوقة لوقة كان يعتبر طبيب ومؤرخ مهم جدا في الكنيسة الأولى فلوقة بيكتب لليونان وبالتحديد بيتكلم عن حياة يسوع من البداية يعني لما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء وأن حبل بها من الروح القدس من الحبل طبعا حبل القديسة مريم العذراء ولادة يسوع وبعدين لصعود يسوع المسيح بيتكلم عن سيرة حياته بيتكلم عن تعاليمه عن معجزاته حياته الخارقة فبيوضح لنا من ناحية تاريخية أكتر بيعطينا عن سيرة يسوع المسيح أما بشارة يحنى فيحنى بركز طبعا ضد البدع اللي انتشرت في أيامه التي تنكر لهوت المسيح وتنكر طبعا أن المسيح جاء في الجسد فبيتكلم عن مجد المسيح بيتكلم عن الكلمة الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان والبشير يحنى طبعا بيكتب للجميع بيكتب لليهود ولكن بيكتب لكل العالم بيكتب للأمم لأنه هكذا أحب الله العالم وبركز على أحداث معينة على الشهادات التي تشهد ليسوع على بعض المعجزات التي تشهد أنها آية قوة خارقة بتفسير وبعد وعمق روحه تتكلم عن أقوال المسيح أنا هو يعني يقول بكلمات أخرى أنا يهوى أو أنا هو الله فيركز على هوية يسوع المسيح هذه البشائر كلها نسميها الإنجيل المقدس فبتمنى من كل قلبي أنه أي شخص بيسمعني ما يرجع يقول أنا جيله عنكو أنا جيله لا إحنا عنا إنجيل واحد أربع بشائر بتتكلم عن سيرة حياة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا المشاهدين تركيزنا في الحديث اليوم لست أستحي بإنجيل المسيح خليني كمان مرة في البداية أتكلم عن بعض الملحوظات المهمة جداً طبعاً كمسيحة حتى نوضح فكرة لكل أحبائنا المشاهدين أولاً أو الملحوظة الأولى أحبائي نحن لا نؤمن في فكرة التنزيل عادةً أحبائنا المسلمين يقولون أنه الإنجيل أنزل على عيسى فلا يوجد مسيح في كل العالم يؤمن بهذا الشيء فنحن لا نؤمن أن الإنجيل أنزل على عيسى لأن يسوع المسيح لم يكتب أي شيء بل كتب عنه كتب عنه بكثرة فإذن نحن لا نؤمن بفكرة التنزيل نحن نؤمن بشيء اسمه الوحي الوحي الإلهي يعني الله يلهم الكتاب والكتاب هم اللي عاصروا يسوع المسيح أو شاهدوا قيامة يسوع المسيح فكتاب العهد الجديد هم شهود وهؤلاء الشهود طبعاً عندهم شرعية وعندهم مصداقية لأنه شافوا المسيح الحي وما كتب عن يسوع المسيح لا توجد فيه المبالغات ولا توجد فيه أي أفكار مغلوطة ولا سخافات أو أساطير أخرى مما شابه هؤلاء الكتاب أخذوا الوحي أو الإلهام من الروح القدس روح الله القدس يقول الكتاب المقدس كل الكتاب هو موحى به من الله الله أوحى الله يعني زي ما تقول أنفاسه يعني من خلال أنفاس الله ألهم الكتاب وطبعاً استخدم المواهب الموجودة عنا بدون أي تناقض لأننا نؤمن الكتاب المقدس هو كلمة الله الكتاب المقدس هو كلمة الله ويقول أيضاً رسول البطرس اللي هو طبعاً يعتبر واحد من أعظم الشهود لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مصوقين من الروح القدس فإذن عشان أوضح عن فكرة الإنجيل الإنجيل هو طبعاً يستخدم كتعبير عن العهد الجديد كما في العهد القديم بيستخدموا كلمة التناخ أو التورا نحن نستخدم كلمة إنجيل وهذا الإنجيل طبعاً كتب بالروح القدس بوحي بإلهام بنفس الروح القدس في أناس الله القديسون يعني مش أي واحد مصوقين في إلهام من الروح القدس فنحن نرفض فكرة التنزيل شيء تاني ملحوظة تانية نحن لا نؤمن بما يسمى الناسخ والمنسوخ حاشة هذا أولاً ينسب ضعف إلى الله وأنه الله يغير رأيه الله ما بيغير رأيه رأي الله ثابت لا يتغير ولمصلحة من الله يغير يعني فكره أو رأيه هل لمصلحة النبي فهنا يثير الشكوك فأنا أبحث وأدرس الشخصية حتى أتأكد أنه ليه الله بيغير فكره أو ليه الله بينسخ بيجيب آية مثلها أو أفضل منها وهالفكر الله يتغير إذا فكر الإنسان وعقل الإنسان فيه منطق وفيه طبعاً يعني قوة على الإدراك فكيف أنه الله يكون ضعيف أو يغير فكره شيء تاني حاش لله أن يكون مثل هذا لأن الكتاب المقدس واضح بقول كلمة الله حيا الباقية إلى الأبد ولن تتغير أو كما يقول وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهي الكلمة التي بشرتم بها في بطرس الأولى لصحاح الأول شيء تالت ملحوظة تالتي وهذا مهم جداً ندركه أنه الكنيسة من بداية عصر الكنيسة إلى يومنا هذا الكنيسة حاربت وما زالت تحارب كل من يحرف كلمة الله فالكتاب المقدس لا يوجد فيه ما يسمى تحوير أو تغيير أو تبديل لا تبديل لكلمة الله فالله القادر على كل شيء يستطيع أن يحفظ كلمته أيضاً إذا الله وعد أنه يحافظ على كلمته فإذن لماذا تحرفون كلام الله وعندما تحرف كلام الله هذه التهمة خطيرة جداً فعليك أن تعيد الكرة مرة أخرى وتتساءل لمصلحة من التحريف ومن الذي حرف وأين النسخة الصحيحة وهكذا أسئلة كثيرة إن شاء الله منعطيها حلقة خاصة عن موضوع الوحي ولكن نحن لا نؤمن أن الله يغير فكره ولا رأيه أو بنزل آية لمصلحة مثلاً نبي أو أي شخص كلام الله ثابت كلام الله حي كلام الله دستور مرجع لا ولن يتغير واضح طبعاً بالنسبة لنا من كلمة الله في الكتاب المقدس فالكنيسة فالكنيسة حاربت وما زالت تحارب كل من يحرف كلام الله بل والأصعب تعتبر أنه كل شخص لا يوافق مع الكلمة في الكتاب المقدس تعتبر هرطقة تعتبر بدعة وكانت الكنيسة الأولى تطرد مثل هؤلاء الناس من الكنيسة كانت تطردهم وبتفنيهم أو يعني بتنفيهم ومكتوب لا ينقض المكتوب ما في قوة بشرية يستطيع أن ينقض المكتوب قال يسوع إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة أنت عارفين اللغة العبرية متشبه اللغة العربية فيه النقاط والتحريف والتشكيل حتى بقولك النقطة واحدة من النموس استحالي استحالي تحريف الكتاب المقدس لدرجة أن الكتاب المقدس يحذر بشدة إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات واللعنات المكتوبة في الكتاب المقدس وإن كان أحد يحذف سواء لمصلحة أو يدافع عن دينه أو عقيته أو أي شيء إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة لاحظ اللي بحاول يعبث في حرف ولا في كلمة يحذفها أو يزيدها يعني بتزيد الضربات أو بيحذف اسمك يعني حتى بتهلك وبتفقد الحياة الأبدية في النار جهنم بسبب التلاعب بكلمة الله فواضح أحباء من خلال هذه الكلمات يعني شوف حتى الرسول بولوس بيكتب بالوحي وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان بل بإعلان يعني كان إعلان إلهي للرسول بولوس عن هذا الإنجيل إن كان لدرجة إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيمة كلمة أناثيمة يعني واحدة من الكلمات الخطيرة جدا في لغتها الأصلية بتعني محروم بتعني مقطوع يعني بكلمات أخرى كلمة محروم يعني كأنه هذا الشخص اللي بحاول يعبث في كلمة الله هذا الشخص مخصص للجحيم بعد هذه المقدمة هل يعقل إنه أي واحد عنده الجرأة إنه يحور أو يزيد في كلمة الله طبعا حاشا فإذن الإنجيل هو الأخبار الصارة البشرة الصارة فإذن ما هو موضوع هذا الإنجيل الإنجيل بكل بساطة بيتكلم عن محبة الله الإنجيل بيتكلم عن قصة فداء المسيح ففي البشائر الأربعة بيتكلم عن سيرة يسوع فمثلا إنجيل لوقة بيتكلم عن طفولة يسوع وعن ولادة ولادة وطفولة يسوع لاحظ يحنى ما بيكتب عن طفولة يسوع لأنه كتب حوالي سنة تسعين ميلادي يعني كل الرسل ماتوا لكنه يتكلم عن الكلمة الأزلة الكلمة الأزلة واسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات كتبها شاهد عيان اللي هو الرسول الرسول يحنى في رسالة الأولى رسالة الرسول يحنى الصاحب الأول فبقول الذي كان من البدء في إنجيل يحنى بقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا في رسالة بقول الذي كان من البدء الذي سمعناه يعني في تجسد المسيح الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا طبعا في مجيء يسوع المسيح الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح فإذن هنا بيتكلم حتى يحارب بدع بدع التي كانت تنكر لهوت المسيح فإذن الإنجيل هو بيتكلم عن فداء الله عن محبة الله أيضا الإنجيل بيتكلم عن سيرة حياة يسوع ولادة يسوع طفولة يسوع ولاحظ مع العلم أنه لا يوجد أي شيء مكتوب في الإنجيل إلا إذا كان في قصد روحي فنحن المسيحيون لا نتبع المسيح كأسوة يعني نحن نتبع المسيح كقضوة كمثال كل مسيحي عاوز يتشبه بيسوع المسيح فلا توجد عندنا الفتاو الكثيرة شو كان المسيح بيلبس شو كان بياكل شو كان بهذه المواقف دائما بركز على الأمور الروحية في حياة يسوع المسيح وطبعا كان نفسي أنه يعني كل واحد بيتمنى أن يكون فيه أشياء أكثر يعني اتكتبت ولكن كل التركيز كان على هوية الرب يسوع المسيح خلينا أقرأ في يحنى إصحاح عشرين والآية تلاتين وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حيا باسمه يعني كل الغرض من بشارة يحنى هو الإيمان بالرب يسوع المسيح فالإنجيل بيتكلم عن محبة الله بيتكلم عن ثداء الله فالإنجيل هو الأخبار الصارة المفرحة كورنتس الأولى إصحاح خمسة عشر في مكتوب أعرفكم بالإنجيل الأخبار الصارة الذي به أيضا تخلصون شوه الإنجيل بيختصر بتلت كلمات أن المسيح مات من أجل خطيانة حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وبأيدها طبعا بكمالة الإصحاح في إصحاح خمسة عشر بظهورات المسيح المتعددة لمدة أربعين يوم في إثبتات في أدلة في شهود هذا الإنجيل أحبائي هو الأخبار الصارة هو الأخبار المفرحة وعلما علما إنه إذا بتلاحظ في سفر أعمال الرسل وفي الرسائل بيركز على الأساسيات الإيمانية والعقائد الرسمية المسيحية بيتكلم عن التبرير مثلا في روما تبرير بالإيمان عقيدة الإختيار التبني التقديس التمجيد الخليقة الجديدة وهكذا يعني بيتكلم عن العقائد بيشرح كلام يسوع أو البشائر الأربعة من حياة يسوع المسيح لاحظ إنه الكرازي كانت مش في ولادة لم يكرج بولادة يسوع ولا بحياة يسوع مع أن حياة يسوع أخلاقيا لا مثيل له ولا كرز بمعجزات المسيح ولا كرز حتى بتعاليم المسيح مع أنه لا يوجد معلم أو واحد صنع الآيات البينات الخارقات كما فعلها يسوع يكفي أنه وجود حضوره كان معجز في كل مكان كان يقيم الميت يطهر الأبرس يفتح عيون العمي يشفي المرضى هاي الأخبار الصارة المفرحة إنه جاءت رسالة الخلاص وهذا ما يتكلم عنه رسول بولوث فلماذا يستحي الناس بتستحي بأمور كتيرة في ناس لدرجة للأسف بتستحي بيسوع عشان ترضي الناس وفي ناس بتستحي بيسوع بل تنكر يسوع المسيح وبتروح للجحيم مشان زواجه أو طلاق أو مشان يعني مصلحة خاصة أوراق أو كده بيغير دينه بيستحي في يسوع وبيروح على جهنم ولأنه من استحى بي أمام الناس استحى به أمام أبي الذي في السموات فهي مشكلة خطيرة جدا عندما يخجل الإنسان من يسوع المسيح كما ذكر هل يوجد شيء يخجل في المسيح صدقوني لما بقرأ الكتب يا على الفضايح والسير والكدى ما فيش داعي أنا أتكلم فيها من هذا البرنامج أنا بحب أركز على يسوع المسيح اللي هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال بل هو كمال الكمال أبرع من كل بني البشر انسكبت النعمة على شفته المسيح كامل الأوصاف لا مثيلة له فمش حقارن المسيح في أي شخصية أخرى لأنه كما أذكرها دائما أصلا عيب عيب يعني ممكن نقارن مثلا رسل في شخصيات أخرى برضو كمان عيب ولكن شخصية المسيح متميزة فريدة لا مثيلة لها فهوة الكامل هاي الأخبار أحبائي هي بتتكلم عن رسالة الخلاص لست أستحي بالإنجيل لأنه قوة في قوة في هذا الإنجيل والكلمة قوة في لغتها الأصلية بتعني دينامو اللي هو المحرك المولد الطاقة بتعطي الإنسان طاقة وفي نفس الوقت هي بتعني كلمة ديناميت الديناميت هو المواد المتفجرة فالإنجيل هو قوة الله المتفجرة لا يستطيع أي إنسان أن يقاومها تعرفوا شو أكبر خدعة وأكبر بدعة بينشرها الشيطان في هذه الأيام بحذرك وبيمنعك من قراءة الكتاب المقدس أنا أرجوك أرجوك اقرأ العهد الجديد اقرأ حياة يسوع المسيح أنا متأكد أنه روح الله رح يلمسك ورح يغيرك مثل الملايين اللي تغيرت حياتهم فالإنجيل هو قوة الله المغيرة قوة الله للخلاص كيف هاي القوة بتظهر هاي القوة تظهر طبيعتنا الطبيعة الفاسدة الطبيعة الشريرة فقوة الإنجيل بتفضح هاي الطبيعة الفاسدة وبالمقابل تعطي حياة أبدية فيصبح الإنسان خليقة جديدة مولود ولادة روحية من الله يتغير كليا وينال الحياة الأبدية هذا الخلاص هو عملية إنقاذ عملية نجاة فهذا الإنجيل ينقذ الإنسان من الضلال ينقذ الإنسان من البدع بل ينقذ الإنسان من غضب الله غضب الله بينقذ الإنسان من الجهل الروحي ومن العمى الروحي ينقذ الإنسان من الانغماس في حياة الخطيئة والشهوات والشر لأن الإنسان لا يستطيع أن يغير نفسه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فالإنجيل يجدد الحياة والكيان بيعطيك طبيعة طبيعة البر والقداسة طبيعة بتتناسب وبتمشى مع الطبيعة الجديدة طبيعة الحياة الأبدية أحبائي الإنجيل بيحررنا من الباطل والتقاليد والديانات الباطلة بيغيرنا تغيير جذري ثم هذا الإنجيل أحبائي من ناحية تاني ينجي من عقوبة الخطيئة ينجي ويحذر من الانفصال الأبدي عن الله ومن العقاب الأبدي بإنكار يسوع المسيح فإذن هذا الإنجيل له قوة خارقة جدا هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل الخلاص إنه إنجيل السلام إنجيل النعمة إنجيل الحرية وهي كلها يعني لأنك بقول لك إنجيل ولا أنا جيل هو إنجيل مرات بقول عنه إنجيل الله إنجيل المسيح إنجيل ابن الله إنجيل ابنه وحتى بولوس قال إنجيله يعني أصبح الشخص هو إنجيل مسموع مقروء مرئي أمام الناس هذا الإنجيل هو قوة الله للخلاص بيخلص بيشفي بيحرر بيعطيك حياة أبدية وطبعا بركات كبيرة من خلال هذا الإنجيل قوة الله للخلاص لكل من يؤمن نحن لا نرغم ولكن نقول النتيجة إن أنكرت المسيح سوف ينكرك وإن رفضت المسيح سوف يرفضك وإن هاجمت المسيح لابد أن تواجه المصير الخطير الانفصال الأبدي الانفصال عن الله أنا بدعوك اليوم أن تؤمن بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص هل جربت تصلي هل جربت تصلي إنه يا رب خلصني يا رب بشفيني يا رب حررني يا رب باركني يا رب منحني سلام ملأني نعمي كل هذه بتنالها من خلال قوة الإنجيل خليني أخد بعض المكالمات المكالم الأولى أم أحمد يمكن معنا طيب خليني أخد فاصل قصير وبرجة ترجمة نانسي قنقر 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 أهلاً أحبائنا المشاهدين كان عنا مشكلة فنية فاتصلحت وتزبطت إحنا بنعتذر خليني أستكمل في الحديث هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل غير حياة الناس يعني بولوس مش بس كان يفتخر بالإنجيل مع أنه استخدم تعبيرات كثيرة للإنجيل مثلا يقول اكرز بالكلمة أو لأشهد ببشارة نعمة الله أو نكرز بالمسيح مصلوبا نكرز بأنفسنا عبيد وهكذا أو اذهبوا واكرزوا بالإنجيل فمرات اكرز بالكلمة اكرز بالإنجيل اكرز بنعمة الله اكرز بالكلمة اكرز بصليب يسوع أو لا تكرز بنفسك لأنه احنا كل الغرض منكرز بيسوع المسيح هو موضوع كرازتنا وهو موضوع شهدتنا هذه الكرازة أحبائي هي مأمورية من يسوع المسيح أن نوصل رسالة الإنجيل ليه؟ لأن هذا الإنجيل هو رسالة الله بغيرنا من الحياة الخطية الحياة الفازدة بقوة فداء المسيح لأنه المسيح مات على الصليب وقام من الأموات حتى يعطينا التبرير الكامل فهذا الإنجيل فيه قوة مغيرة قوة لأجل هذا أحبائي مرة تانية بكررها أنه الشيطان بحاول يعني يمنع الناس تقرأ في الكتاب المقدس في حال ما الناس بتبتدأ تقرأ في الكتاب المقدس رح تتغير رح تنفتح يعنيها في كورنتوس التاني أربعة مكتوب الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله بعدين بقول لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع فإذن من خلال يسوع المسيح من خلال قوة هذا الإنجيل اللي بيتكلم عن يسوع عن هوية يسوع تتغير الحياة تطرد الظلمة من حياة الإنسان مشان هيك إحنا منقول أنه التجديد هي معجزة قوية كبيرة جدا ولا كيف ممكن إنسان يتحول من إرهابي إلى شخص كارز باسم الرب يسوع المسيح كيف الإنسان بيتحول من الظلمة إلى النور فرسالة الإنجيل أحبائي هي رسالة نور لعالم مظلم رسالة الإنجيل هي رسالة حياة لعالم مائت رسالة الإنجيل هي رسالة حياة لعالم هالك رسالة الإنجيل هي رسالة ارتواء لعالم عطشان عم بيبحث رسالة الإنجيل هي رسالة شبع لعالم جائع رسالة الإنجيل هي رسالة الحرية لعالم مقيد لعالم مستعبد للخطيئة وشهواتها للظلمة للشيطان للنجاسي للتعاسي فالإنجيل يحرر الإنسان وتعرفون الحق والحق يحرركم فالإنجيل أحبائي هو رسالة الله هو إعلان الله لكل إنسان حتى تتغير حياته تغيير كامل من حياة البقص من حياة الشقاء من الظلمة من الفقر من البقص إلى حياة الصفاء والنقاء بحيث أن الإنسان مش بس بيتغير بيتحرر ولكن يصبح ابن تصبح بنت للرب والاسم يكتب في سفر الحياة عندما تؤمن بيسوع المسيح إليك حياة أبدي والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فإذن جماعة المؤمنين هي الكنيسة هي عيلة أهل بيت الله هذه العيلة خلاص إحنا تغيرت حياتنا وهذه الحياة بتعكس لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب رح نعمل كمان مرة نجرب كمان مرة إن شاء الله هل مرة الخط بيزبط أهلاً أم أحمد أنت معاناً على الهوى أهلاً سامعيني كده أهلاً وسهلاً أم أحمد إحنا منرحب فيك لبرنامج ليكن نور أهلاً وسهلاً المسيح معيك وكلكم رب يباركك أم أحمد أنا عندي عاوز أسألك طبعاً أنت عابرة للمسيح أيوة نشكر رب احكي لأول مرة قبل ما تكوني عابرة لما كنت تسمع كلمة الإنجيل كيف كانت بالنسبة للمفهوم الكلمة بالنسبة إلك وبعد ما آمنت بالمسيح إيه هو مفهوم الإنجيل إلك حالياً طيب سلام المسيح على قلبك ربنا يتكلم على الثاني ويبعد الشيطان لأن إحنا عملين عملت تسلب كتير والشيطان يقتع المكالمة أنا وأنا قبل المسيح كان أي حد يقوله قدامنا إنجيل أول حاجة يجب بالي الكفر التحريف الظلم إن ده أكتب ظلم ظلم أهله ظلم الناس المتبعينه فإن هو بيضللهم أول حاجة كانت تيجي في دماغنا هو التضليل والتحريف ولما قبلت رب يا سوى المسيح من كل قلبي وأول ما بدأت أقرأ حست إن هو ده أصل الحياة هو ده أصل الأصل اللي جاي من عند الله حقيقي إن ما فوش تزيف هو كتاب الحياة أعطانا حياة أعطانا نور حضرتك سامعني أنا سامعك كويس نعم أنا سامع بعض التشويش بس أنا هستمر في الكلام أه استمر من فلك بعد ما أمنت بالرب يا سوى المسيح وبدأت أقرأ الإنجيل الإنجيل عملي أنا حياة عملي طريق أمشي عليه دلوقتي لو كنوز الدنيا تحت رجلي عمري ما هسيب الإنجيل عمري ما هسيب المسيح عرفت أنا راحة فين وجاية منين عرفت إن ليه سنج قبل قدر أتكلم معاه ويرد علي قبل المسيح كنت أتكلم وصلي وأقيم الليل وأقرأ صورة البقرة وأقرأ كل الحاجات اللي ممكن تدخلني في علاقة مع الله وما كانش بيحصل دلوقتي أنا عندي علاقة حقيقة مع الله أعرف إزاي يكلم أبويا ويرد علي أخذ مشورته في حاجة أطلب منه حكمة ويرد علي بالفعل مش مرمية مش متسابة عندي قوة بحس إنها قوة خارقة يعني أنا بتمنى لو في إيدي إني أبوسة على جزم الناس كلها بس تدي لنفسها فرصة علشان تعرف الحقيقة فين تقرأ بس أول شيء صدمني لما قريت إن القرآن اللي كنت متخيلة إنه ما فيه إزاي وإنه هو جاي من عند الله فما عندنا أي في القرآن بتقول ما ينفعش حد يعمل زي القرآن أبدا أبدا أول حاجة صدمتني إن أنا لقيت القرآن كله متخد من العهد القديم وزود بقى الغزوات والسيرة المحمدية والزواجات أنا أستفيد بإيه أنا طبعا مش عايزة أدخل في مواضيع تانية بس هقول حاجة بسيطة جدا أنا استفدت إيه روحيا لما عرفت إن محمد بميت راجل أو اتجوز كذا أو عمل كذا أو مرطاته كانوا بيتخنقوا عليه والكلام ده أنا إيه اللي حصل إني مو اللي حصل إني مو اللي أنا أخذ إيه اللي استفادة من كده لكن أجي عند شخص المسيح قال إيه جميل رائع قال له من منكم بلا خطيئة فليرمع بحاجة غطاها غطى الزنيا يعني من وجهة نظر الله المفروض في الإله القديم اللي كنت تعرفه دي خلاص ترجم فتموت لكن هو غطاها ودها فرصة للحياة هو غطاني وداني فرصة جديدة للحياة مش أنا وبس أنا وولادي أنا وقسرتي بقى أنا مدينة لي لو فدلت أشكر طول العمر ما فيش مش مكفي أنا بمشي بركب العربية ولاقي نفسي بقول له فرحان بك وأنا ماشي معاك من غير ما أحس أنا فرحانة لقاني مع أني طبعا سبت عيلتي سبت أهلي سبت فلوسي سبت كل ما أملك طلعت بأولادي بس أشكر المسيح أني خرقت بأولادي بس ولكن عندي سعادة وشبع لا مثيلة له أم أحمد عاوز أوجه السؤال الثاني موضوع الحلقة لست أستحي بإنجيل المسيح هاي الآية شو بتعني لك كيف أستحي بإنجيل المسيح اللي أعطاني حياة ونور أستحي من إيه أستحي من شخص لما بجأتكلم عن شخص المسيح بحس بفخر فين الخطيئة في كل الأديان مكتوب إنه هو بلا خطيئة هو اللي هينزل يديني للآخرين الناس في الدينونا لأنه هو الوحيد اللي بلا خطيئة في كل الأديان في القرآن مكتوب كده يبقى أستحي من إنجيله إزاي أستحي من إنجيله إزاي وبعدين فيه نقطة مهمة جدا كانت بالنسبة لي مدخل إن الإنجيل هو كلام المسيح كلام الله فهو ما استلمش ما رحش استلم الإنجيل زي ما موسى استلم العهد القديم ما رحش غار حراء زي ما محمد بيقول واستلم الكرآن ونزل عليه الوحي وكلام ده هو كلامه كلامه هو هو الإنجيل فأنا فخورة إزاي أستحي أستحي إزاي من شخص نظفني وقداني نقاء بقيت ماشي حاسة إنه هو جوايا وأنا هيكله هو ساكن جوايا بستحي أنا من نفسي إن أعمل أي خطية لإن أنا حاسة إنه هو جوايا فهو ليه هيبة معايا هو بيديني النقاء والنظافة إزاي أستحي من كلام الله طيب أم أحمد يعني أنا يعني فخور كتير فيك أنا اللي فخورك خدمتك ربنا يباركك ربنا يباركك فعلا أنت وضحت بجملتين يعني الفكرة عشان محد يكون يعني مستاء من الفكرة إنه تتوضح الفكرة ربنا يباركك أم أحمد أعتقد فيه كمان مكالمة طيب يمكن كمان عم بعطون الوقت الوقت تقريبا على وشك الانتهاء بس عاوز أأكد مرة تانية لكلمات أم أحمد إنه في المسيحية ما فيش واحد مثلا مولود مسيحي يعني هو مسيحي وما فيش دولة اسمها دولة مسيحية إحنا بنتكلم عن ملكوت الله اللي بيمتد يعني حتى بنفس البيت يعني حتى المسيح بقول أحيانا جئتوا يعني لا لأولك سلام بل سيف يعني في نفس البيت لما بتسمع اختبارات العابرين في نفس البيت بتلاقي نفس البيت بحاول يتخلص من الشخص اللي آمن بالمسيح فيه سيف يعني خلص فيه شيء اتوضع في هذا البيت وبعدين المسيحية اللي إحنا بنتكلم عنها ما هياش شوية عقائد ولا فرائد ولا نواميز فرائد انتصال لهذا عدد وصوم هذا كذا يوم وعمل كذا وساوي كذا هذا كله بيصبح بالنعمة تلقائيا لأنك بتحب الرب نعم فيه كنائس بتنظم هاي الأشياء وهذا شيء جميل جداً ولكن احنا المسيحية هو شخص يسوع هو انت بتتبع الرب يسوع المسيح تتشبه بيسوع عاوز تعيش مثل يسوع عاوز تسلك مثل يسوع في القداسة في الحكمة في المحبة كنور لهذا العالم عاوز تشهد عنه كيف غير حياتك ففي المسيحية حتى الناس اللي بتكون بعيدة مجرمة كل الخطايا تتحرر بنعمة يسوع المسيح فبتوجدها أو بتلاقيها أنه عم تشهد عن يسوع عم تتكلم هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح هذا كان كلام المرأة السامرية أو الشخص اللي كان ملبوس بالأرواح الشريرة بالشياطين قال له يسوع بل اذهب وخبر وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك ففي دايما الشخص اللي بيمتلي من حضور يسوع لابد إنه يشهد عن يسوع خليني أخد مكالمة سريعة من الأخت مريم أهلا أخت مريم أهلا حضرة الأسيس أخت مريم يعني يمكن تأخرنا شوي لكن إذا بدقيقه ونص احكي لي بالنسبة لك كيف كان سكرتك عن الإنجيل قبل إيمانك وبعد إيمانك وليه الإنجيل أنا بصراحة أيام أيام ما كنت في الإسلام أنا كان عندي تسامح عن المسيحيين يعني كان عندي مسيحيين كنت في مدرسة مسيحية وشايف أن الناس كويسين بتعامل معاهم على قدم المساواة أنه كلنا إنسانيين فما كانش عندنا ما كانش عندي مشكلة بالنسبة للإنجيل غير أن أنا متعلمة أنه هو كتاب محرف ده لكن ما حاولتش ومعرفش أصلا كان يتجاب منين يعني ما كانش عندي فكرة أجيبه منين أنا كنت مجهولة من وقا أنا صغيرة أن كنت حاسة أن في حاجة غلط في الإسلام ودي اللي كانت شغلة بالي مليون في المية وكنت بسأل نفسي إلي يضمن ما هما كل واحد يعني المسلمين دي يقولوا إحنا اللي على حق المسيحين دي يروحنا اللي على حق اليهود دي يروحنا اللي على حق طب إلي يضمن إن أنا اللي صح فكنت بحاول أصبر نفسي وأقول إيه سوكي يعني هما مش مؤمنين بمحمد لكن أنا مؤمنة بالمسيح ومؤمنة بموسى فأنا إن ذا سيف تعيد بس كنت بفكر إيه إيه بعشرين تاني اخت مريم ان شاء الله المرة الجاي ناخد فترة اطول معك اكيد وبعدين فانا لما عرفت المسيح وقريت الكتاب المقدس اول حاجة قريتها كانت الموعز على الجبل انا بسميها دورة التاج وانا بنصح اي حد مسلم ان بس افتح وقرأ اعمل جوجل دلوقتي جوجل الموعز على الجبل وقرأ وشوف التعليم دي ممكن توديك فين ربنا هو اللي خلقنا وهو اللي خلق المانويل بتاعنا يعني لما يدينا تعليم ننشي عليها هتبقى اكيد لخيرنا شوف تعليم الاسلام وشوف تعليم المسيح اللي هي الخلاصة بتاعتها في الموعز على الجبل امين اخت مريم يعني انا اسف بس عنا التواني المرة الجاي رح نكون اكتر لانو بحب اسمع منك اخوتي انا بدي اكرر نصيحة مريم اقرأ الموعز على الجبل اقرأ واحدة من البشائر انجيل مثلا لوقة او بشارة لوقة وانا رح اضمن لك واكد لك انه حياتك رح تتغير ما تخافش ما تخافش اقرأ بالكتاب المقدس الانجيل اللي بغير بيعطيك حياة ابدية ربي باركك هل تشعر اليوم بالوحدة؟ هل عندك مشكلة عائلية؟ لا ربما تمر بأزمة صحية او تحدي مادي شديد فريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور جميع الامم على اتم استعداد ان يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن اجلك ويجيب على اي تساؤل او استفسار لديك لا تتردد ارفع سماعة التلفون الان واتصل بنا على الارقام التالية من جميع انحاء العالم 1-905-335-1534 او على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من انريكا 301-551-7642 من مصر 0122-026-6607 من لبنان 70-188-412 من المغرب 067-960-0709 من الجزائر 055-460-2031 من استراليا 2-800-557-45 من فرنسا 1-766-41295 من انكلترا 2-03-002-5921 او اتصل بنا مجانا على skype lfam.noor او يمكنك الاتصال عبر الواتساب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-4428 او ارسل لنا رسالتك على الايميل كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الانترنت www.lfan.com لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم والرب يبارككم اشتركوا في القناة